اهلا وسهلا الشابات الفتينات الغزالات المنورات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير غادي يكون هذا الفال تحت طلب البنات دائما ديال البت المباشر ونشوفوا الفال على نية الابراج فان شاء الله فالكم خير ان شاء الله فالكم ايجابي وان شاء الله تستفدوا على هذا الفال هذا فغادي يكون هذا الفال على نية الابراج ان شاء الله يكون خير ويكون هذا فال ديال برج الحمل هذا فال برج الطور للجوزاء للسرطان للأسد للعضراء للميزان للعقرب للقوس للجدي للدلوب والفال على نية البرج للحوت فإن شاء الله يكون خير إن شاء الله الفال ديالكم يكون إيجابي إن شاء الله شي حاجة تجيكم اللي تستفدو عليها فغادي نشوف في الأول ونقرأ لبرج الحمل فبرج الحمل إذا كنت إنسانة متزوجة وكتسألي على الحمل ودخل على نية السؤال على الحمل فالحمل وارد يعني نسبة الحمل عالية أو ممكن لدك أنت حامل يكون عندك ولادة البعض ممكن يعني تشوف خلال الأربعة أيام المقبلة أو يوم الأربعة المقبل شخص أو إنسانة غابت عليها أو غاب عليها مدة طويلة والبعض فيكم خلال الأيام المقبلة ممكن تتعرف على شخص جديد البعض فيكم اللي عندها إنسان أو شخص اللي كيهمك بزاف وعنده قضية قانونية أو عنده أمور في محكمة أو عنده سجن فهذا الإنسان كين تطورت كين حاجات اللي فيها خير وتسمعي عليه خبار الخير بالنسبة للبرج الثور فالثور كي يقول لك الفعل ما تكونش متردد ما تكونش حائر يعني جرب الأمور اللي هي مقترحة عليك ممكن في أي اليومين المقبلة أو يوم الأتنين تحضر حفلة زفاف حفلة طهور سبوع أو صدقة البعض فيكم هنا كندير وعد خصو يوفيه أو البعض فيكم إلى كان من الناس اللي كيزروا الأضريحة فخصو تكمل هاد الأمور ديالك أو تدير الأمور اللي هي في هاد الاتجاه هذا تقوم بها على أحسن ما يرى أوكي لأن الأمور ديالك تتوقف لأنه موعد بهذا الشيء وما موفيش بالنسبة لبرج الجوزاء فتي يقول لك انتبهي أو انتبه هاد الأيام من العين من الحسد أنت أو أنت متبور فين مشيتي فين جيتي مني نجيتي شنو درتي أوكي والبعض فيكم عليها أو عليه التابع بالنسبة لبرج السرطان برج السرطان البعض فيكم أي شيء خاص ببيع شراء كراء رهن فهو متاح هاد الأيام أو البعض فيكم غادي يكون مهتم بالأمور الخاصة بالبيت بالسكن سواء كانت غير ديكور أو إصلاح البعض فيكم غادي تكون أو غادي يكون بيتوتي يعني يعجبك تجلس في الدار أكتر شيء بالنسبة للأسد الأسد كي يقول لك عندك زيارة طبيب والبعض غادي تكوني أو غادي تكونك تهتم بالصحة ديالك أكتر شيء هاد الأيام هاد العدراء العدراء شخص حنطي يقدر يكون حبيب يقدر يكون شخص من العائلة يقدر يكون شخص كالتعامل معه أو موظف معك أو عامل معك أو هو حبيب أو هو زوج المهم هاد الإنسان الحنطي اللي هو في الحياة ديالك عندك معاه صلح أو عندك معاه لقاء أو عندك معاه اجتماع أو ممكن هذا الإنسان هذا يعزمك المقهى أو مطعم بالنسبة للميزان الميزان تيقول لك في الطريق ديالك شخص أصمر هاد الأصمر هذا حتى إلا كان غايب فهو عائد أو البعض فيكم هو إنسان في الطريق ديالك يعني جديد غادي يكون جاي في الطريق ديالك هو إنسان أصمر أو إلا أنت عندك شخص أصمر وخصوصا إذا كان قصير القامة فكيحبك هذا الإنسان هذا وفي طريقه إليك بالنسبة للعقرب العقرب أي شيء خاص بالسفريات البعيدة أي شيء خاص بالبلد البعيد أو بالأجانب فغادي تكوني أو غادي تكون ظهر علي حتى إلا أنت كتحلم أو كتحلمي بالهجرة فما زال غادي يكون عندك هذا الشيء هذا بالنسبة للقوس القوس الأمور الخاصة بالعمل بالإدارة بالدراسة عندك فيه خير ظاهر وفيه خير لمدة ثلاثة أيام مقبلة أو بالخصوص يوم الثلاثة الجدي بالنسبة للجدي هنا إنسان أبيض يقدر يكون الحبيب يقدر يكون الزوج يقدر يكون شخص كالتعامل معه أو موضف معك أو عامل معك أو هو من الأهل هذا الإنسان هذا أبيض يقدر يكون قصير القامة كي يبغيك كي يعزك وكان في الحياة ديالك وكان مساندك ومساعدك ولكني ما عرفتيش القيمة دياله فغادي يخليك فرحتك وغادي يخرج من الحياة ديالك بالنسبة للدلو الدلو كي يقولك الفان كل ما يخص العاطفة فغادي تكون أو غادي تكون مرتاحة عاطفيا حتى وإن لم يكن عندك حبيب فنفسيا غادي تكون هانية لأخريات سواء كنت مخطوبة عندك حبيب أو متزوجة ستعيشين الحب العشق الغرام الحنان الرومانسية الاستقرار العاطفي بالنسبة للحوت فالحوت كي يقولك عندك شراء شيء اللي هو ثمين شيء اللي هو عنده قيمة كبيرة البعض ممكن يكون عندها أو عندك شراء سيارة أو دهب أو حاجة إلكترونية أو كهربائية أو أتات والبعض فيكم ممكن تجيك هادية اللي هي غالية فكان هدا الفال ديالكم نتمنى لكم الصحة والسعادة عجبكم الفال وبغيتوا نعود لكم مثل هاد الفال ديال الأبراج كتبوا لي في التعليق نلقاكم على خير